السلام عليكم مرحبا بكم معنا على قناة مريم كيتشن اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم سنقدم لكم وصفة دجاج محمر مع الزيتون والليمون مصير وصفة بسيطة وسهلة ومع مقادر متوفرة في كل بيت سنبدأوا نشوفوا المقادر اللازمة زوج دجاج بحجم متوسط زوج مع الغكبار تاع زيت زيتون وزوج تاع زيت نباتية 150 جرام زيتون ملحقة صغيرة ونص خرقوم كركم ملحقة صغيرة سكنجبير جنجبيل ملحة البزار وشويد القنصات نصليمونة مسيرة مقطعة وشويد القصبور وشويد مع النوس أربعة الحبات تاع الثومة وبصلة كبيرة محكوكا سنخلط البصلة مع الثومة قصبوروا مع النوس سنضيف جميع التوابل سنضيف جميع التوابل سنضيف جميع التوابل سنضيف الزيت سنضيف الزيت سنخلط كل شي مزيان المزيد نضيف جميع التوابل ولكن مزيد سنضيف الجميع داخل ما ننسوش بعنيقة وبشرمولها الباقية سنشرم القانصات سنسد الجاج لنا من الفخاد سنجد الجاج يبات في الشرمولة ومحتوط على ظهره مع القانصات دياله جاج لنا من الفخاد نضيف له كاس ونصد الماء ونغطيه عليه ونخليه طيب على خاطره جاج لنا دابا قريب طيب زيدوا له الماء لحتاج للماء زيدوا الزيتون والليمون المصير وخليوه يكمل طياب جاج لنا دابا طاب بعد ما خلينا هي برد غدي ندهنه بالزيت أو بالزبدة وغدي ندخله للفران باش يتحمر قلبوا على الجهة الأخرى باش يتحمر على كل جهات بالصحة والرحة وما بقليا غير نقول لكم شا هي طيبة وما تنسوا يشتركوا معنا على القناة وعلى لاباش فيسبوك وشكرا للمشاهدة وسلام عليكم شكرا للمشاهدة